سلمت قلبي يا ربي لتعسله رفعته لك من خوفي فأنت لو تعلم السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا بكل خير وصحة وسلامة معنا النهاردة حلقة مليئة باللقطات الهامة جدا الجنود الربانية تتحرك بقوة معركة إنهاك القوة موجودة وحاضرة بقوة بين الظالمين غرق الولاية الرابعة مشاهد غريبة جدا في أمريكا روسيا بتعلن عن كويكب يقترب من الأرض فهل هو نجم الآيات حرب نووية وتهديدات غواصة يوم القيامة واختفائها أخبار هامة جدا ماذا حدث في لاس في غاس الأمريكية مشاهد غريبة جدا في هذه الحلقة برجاءة ضغط على زر الإعجاب لايك ومشاركة هذه الحلقة على أوسع نطاق ممكن تعالوا نبدأ بأول مشهد معانا بيبين لينا إن الجنود الربانية تتحرك بقوة ماذا حدث في تركيا في كارثة حصلت في تركيا كما يظهر أمامنا على الشاشة الرمال بتغطي تركيا إيه المشهد اللي أصدنا ده أترك ليكم التعليق على ما يحدث في تركيا مشهد غريب جدا جدا الرمال تغطي تركيا عاصفة خطيرة جدا بتضرب تركيا مشاهد غريبة جدا جدا غواصة يوم القيامة اللي اختفت وطبعا الأخبار دي تكون لها بتبين لينا إن الحرب النفسية التي تسبق الحرب العالمية الثالثة هي السمة الغالبة على هذه المرحلة خاصة في الأيام العشر الأخيرة اللي بدأ فيها التلويح باستخدام النووي طبعا هذه الغواصة كخايفين إن هي تنفجر وهتعمل مصائب وكوارث كبيرة جدا لأوروبا طبعا اللي بيحصل دلوقتي إن بوتين بيحاول إن هو يدمر عصابهم ودي حرب نفسية معروفة وتسبق الحروب العالمية الكبرى تعالوا نشوف خبر من أهم الأخبار النهاردة في حلقة اليوم غرق الولاية الرابعة ولاية جديدة تغرق في أمريكا المشاهد اللي أصدنا إن مياه المحيط دخلت وغرأت ولاية أوشان كالورينا عفوا ويعني إحنا شايفين دلوقتي مشاهد غريبة جدا لأن الخبراء بيقولوا إن مياه المحيط هتخش وهتغرق ولايات جديدة في أمريكا طبعا هذه اللقطات اللي بتعرض أمامنا بتبين لنا إن المرحلة القادمة والكلام اللي احنا قلناه للناس اللي موجودين المسلمين في أمريكا إن هما يعودوا لإن ناس بيقولوا هيعودوا فين هيعودوا لحروب وهيعودوا لبلاد عربية فيها اضطرابات ما هو أنت شوف اللي بيحصل دلوقتي والتهديدات والأخطار بتزداد يوم بعد يوم وما نقوله بفضل الله بيصدق وبيتحقق يوم بعد يوم وكل ده ونجم الآيات لم يقترب بقوة ولم يصل لمرحلة الحديد هي كل دي ضربات بعيدة للطارق الطارق يضرب من بعيد لسه كلما اقترب كل ما هتشوف المصيبة الكبرى اللي بالذات هتحل بأمريكا لأن النجم الطارق هيضرب أماكن وهتكون أمريكا وأوروبا على قمة الأماكن المرشحة للضربات النيزكية والموجات الكهرومغناطيسية الشديدة جدا اللي الأرض لا يستطيع أنه هو يتحملها السهل نشوف معركة إنهاك القوة ما بين اليابان وما بين كوريا والساروخ اللي رمته كوريا على اليابان وأعلنت اليابان حالة الطوارق وصفرات الإنظار دوت في اليابان وفي الآخر خالص اكتشفوا إنه ساروخ باليستي خايفين إن هو يكون ساروخ نووي طبعا اللي حصل إن الناس في اليابان اتفاجئوا إن الساروخ بيحلق في سماء اليابان وده يعتبر انتهاك وتوعدت اليابان إن هي ترد بقوة وبصرامة عايز أقول لكم إن المرحلة القادمة المنطقة بتاعت اليابان وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية والصين خلات كده في بعضها هيتضربوا هتبقى اشتباكات كبيرة جدا جدا النظام العالمي لا يقبل إلا القطب الأحادي ده اللي احنا شايفينه تعالوا بقى ننتقل بسرعة إلى مشاهد غريبة جدا ماذا حدث في سماء أمريكا في أماكن مختلفة تعالوا نبدأ بالمشاهد الأحدث الحديث ثم القديم في لاس فيغاس الأمريكية ايه المشهد اللي احنا شايفينه ده تخيل إن الصور اللي احنا شايفينها دي يعني حاجة حقيقية مش فوتوشوب تخيل يعني يعني أنا مش مصدق هذه المشاهد غريبة جدا كما لو أن سحاب من نار سحاب من نار في لاس فيغاس سحاب من نار زي ما احنا شايفينه والناس في حالة من الرعب والتعليقات جات لنا بتقول لنا إن السكان في هذه في هذا المكان في لاس فيغاس حالة من الرعب افتكروا إن دي قنبلة نووية مشاهد غريبة جدا جدا بنشوفها في أمريكا انتوا هتشوفوا لسه مشهدين تلاتة في منتهى الغرابة ايه شكل السماء اللي موجود دلوقتي في جورجيا من كذا يوم كان في ولاية جورجيا شكل غريب جدا للسماء ألوان الطيف في السماء ألوان غريبة جدا مش عارفين ايه اللي بيحصل مشاهد غريبة ايضا يعني خلينا الاول اللي بيحصل في سماء جورجيا مشاهد غريبة جدا ألوان غريبة جدا ايضا مشهد آخر من المشاهد الغريبة لون السماء غريب جدا والناس في حالة من الخوف والرعب في هذه الأماكن ايه اللي بيحصل هل هذه تدخلات بشرية ام انها آيات ربانية هل هي تجارب بشرية ولو ان هي تجارب بشرية بتنتشر في اكثر من مكان دي كل دي علامات استفهام قلولنا في التعليقات رأيكم ايه في المشاهد اللي انتو بتشوف وهدية وما تنسوش طبعا الضغط على زر الاعجاب لايك عشان الحلقة تنتشر على اوسع نطاق ممكن ننتقل لمشهد آخر من المشاهد اللي شهدت في سماء امريكا ايه والله هو عامل زي الساروخ او عامل زي نيزك هل في في وضح النهار ده نيزك ولا ساروخ ولا ايه اجسام غريبة جدا بنراها في سماء امريكا مشاهد غريبة وعجيبة نراها انتظروا المرحلة القادمة الايات والنظر الربانية تشتد يوم بعد يوم تعالوا ننتقل لخبر مهم جدا نختم به الحلقة روسيا بتعلن اقتراب كويكب بين الارض هل هم يقصدون نجم الايات هل بدأت روسيا تلمح لان انتو عارفين كلكم ان وكالات الفضاء العالمية في مرحلة ما قبل اشتباكات روسيا واوكرانيا كانوا مطبخينها سوى بالنسبة لاخبار الفضاء ما فيش حاجة اسمها فضاء بس يعني زي ما هم بيقولوا وكالات فضاء عالمية بدأوا ان هم يفتشوا على بعض وبدأ روسيا بالذات ان هي تخرج وتكذب في مواقف كثيرة كلام لوكالة ناسا فهل هتتجرأ روسيا وتعلن العالم ما تخفيه وكالة ناسا الامريكية نكاية في امريكا ويبتدوا يعترفوا على بعض وتظهر الحقيقة حقيقة اقتراب نيبيرو من الارض ويعلنوها صراحة كل شيء وارد في هذه الايام يعني مش عايزين ان احنا نطول عليكم وحبين ان احنا يعني نأثر وقت الحلقة وانتظرونا باذن الله مع حلقة هامة جدا جدا في تمام السبعة والنصف او تمانية لربع بتوقيت القاهرة نتجنب اوقات الصلاة علشان الناس اشتكت من الموضوع ده وطلبت منه ذلك بارك الله فيكم ايها الاحباب ولا تنسوا حلقة المساء اللي محضرين ليكم فيها اخبار هامة وعاجلة تابعونا على مدار اليوم بارك الله فيكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته